السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة وارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة ليكم كل اللي انتم بتتمنون النهاردة جاينا نتكلم عن فوائد عشبة الشيح للدجاج والطيور فوائدها كتيرة جدا يا جماعة على درجة انها تستحق ان احنا نتكلم عنها في فيديو لوحدها عشبة الشيح من اهم الاعشاب اللي بيتم استغلالها في مواقف عديدة بالنسبة للطيور مواقف كتيرة جدا انت بتبقى محتاج ان انت تهدم العشبة دي لفوائد معينة لاهداف واغراض معينة والاهداف والاغراض دي اغراض اساسية تمام نتكلم عن الفوائد دي وطريقة التقديم لان انت ممكن تقدمها يعني باكتر من طريقة تمام ممكن تقدمها حاجة تشرب او يعني تتقدم للاكل وممكن تستخدمها استخدامات حاجة تانية تمام يعني استخدامات اخرى وفوائد اخرى حتى بعيدة عن الاكل فانت رازم تفهم ازاي عشبات الشيح بيتم استغلالها وايه فوائدها لكن ابل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والباول ولا بينا ندخل في الموضوع على طول اول فايدة من فوائد الشيح ان هي الرائحة بتاعتها العشبة دي بتطرد الزواحف زي السحلية زي الفار زي البراص الزواحف دي كلها بتطرد عن طريق استخدام هذه العشبة تمام كذلك برضو بتطرد الفاش بتطرد الفاش من المزرعة او من السطحة او من المكان اللي انت بتربى فيه الطيور وده شيء مهم جدا بصراحة لان الحاجات دي مؤذية سواء الزواحف او الفاش كل الحاجات دي مؤذية وبتؤثر تأثيرات سلبية على جسم الطائر بتاعنا تمام كذلك برضو من فوائد هذه العشبة هي مضادة للتشحيم ايه مضادة للتشحيم دي؟ يعني مضادة لتراكم الدهون في جسم الطائر يعني جسم الطائر لما يبقى فيه دهون مثلا بتتراكم بشكل مستمر لو عايز تعمل وقاية بقى للموضوع ده اللي هو ما يحصلش اللي هو جسم الطائر ما يحصلوش الكلام ده لأ جسم الطائر يقاوم كل ده فانت لازم تستخدم ايه؟ تستخدم هذه العشبة برضو الشيح علشان تعمل مقاومة للتشحيم او مقاومة لتراكم الدهون من الاخر كده بتحرق الدهون وبتمنع اصلا تراكم الدهون كذلك برضو هي فيها مضادات للإسهال وللإمساج برضو يعني هي لو في إسهال تتعمل مضادة ليه لو في إمساج برضو تبقى مضادة ليه تعالجه او حتى تعمل وقاية منه تمام؟ كذلك برضو هي منشة عامل الطيور منشة عامل الطيور يعني بتخلي جسم الطائر كده ايه؟ افضل جسم الطائر عايز يتحرك اكتر عايز يعمل مجهود اكتر وكل ده مهم يعني خصا في فصل الشتاء اللي احنا فيه فصل مهم جدا يبقى الطائر فيه يعني صحته كويسة ونشيط نشيط نشيطه عايز يتحرك عشان يتدفى في الشتاء لو ما فيش نشاط مش هيبقى فيه اي حاجة هيبقى فيه اصلا صحة عند الطائر مهم جدا يكون فيه نشاط كذلك برضو الشيح بيطرد الدود والديدان من لمعاء وفيه اي ددان بتتغذى على غذاء الطائر ممكن تطردها تماما من جسم الطائر عن طريق استخدام الشيح كذلك برضو بيخلي الريش بتاع الطيور فيه لمعان اكتر بيعطي لمعان اكتر لريش الطيور ودي فايدة غريبة ممكن بعض الناس تستغربها اللي هو ازاي ممكن الشيح يكون بيعمل كده لا هو بيعمل كده بيدي لمعان للريش بتاع الطيور بيخلي الريش شكله اجمد شكله اقوى شكله اجمل بشكل عام شكله افضل يعني تمام كل الفوايض دي هتلاقيها برضو في الشيح وبردو لو بصينا على فوايضه هنلاقيه انه هو بيعالج امراض الجهاز التنفسي يعني ايه بيعالج امراض الجهاز التنفسي يعني اي مشكلة تنفسية عند الطائر بتحصل او انت خايف انها تحصل ممكن تعالجها عن طريق استخدام الشيح عادي جدا عادي جدا وهيكون فعال في هذا الصدد وفي هذا المجال تمام لو بصينا برضو هنلاقيه انه هو مقويل العظام بتاعة الطائر بيقويل العظام لو بصينا برضو هنلاقيه منشط للكبد وبيحميه من الامراض لانه بيطرب منه السموم تمام لو انت عايز تنظف كبد الطائر وتطرب منه السموم فالشيح مهم جدا بهذا الصدد كذلك برضو هو بيخلي اعصاب الطيور اهدى فخصوبتهم بتبقى اعلى وانتاجهم بيبقى اعلى لان العصاب بتؤثر على الهرمونات وبتؤثر على النشاط الجنسي وعلى نشاط الخصوبة بشكل عام والانتاج عند الفاخ البياضة تمام برضو هو بيفتح الشهية بيفتح الشهية بتاعة الطيور بيخليهم يأكلوا اكتر وده شيء مهم في حد ذاته علشان خاطر الطيور لو ما كالتش مش هتعرف تاخد منها اي انتاج كذلك برضو هو بيحتوي على حديد وبوتاسيوم حديد وبوتاسيوم مهمين جدا علشان الدورة الدموية تنتظم وعلشان خاطر الخصوبة بتاعة الطائر تبقى افضل وبرضو هو بيحتوي على فوسفور وماغنيسيوم مهم برضو الفوسفور وماغنيسيوم علشان خاطر خصوبة الطائر لان الطائر بدون الخصوبة مش هيبقى فيه انتاج ومش هيبقى فيه صحة ومش هيبقى فيه اي حاجة تمام كذلك برضو هو من فويده انه هو طارد للسموم والبكتيريا من الجهاز الهضمي وده بيرفع مناعة الطائر ومن فبايده برضو ان هو بيساعد على الهضم بشكل كبير تمام وبيساعد على امتصاص الطعام يعني بيخلي الطائر يمتص الطعام أسرع ويستفيد من الأكل أسرع ودي برضو فوائد مهمة لازم نأكد عليها هو برضو مليام بمضادات الأكسدة وده بيساعده على ان هو يقاوم الالتهابات يعني الشيح من الأعشاب المقاومة للالتهابات اللي بتخلي جسم الطائر خالي من الالتهابات لو استمرت عليه وبشكل عام هو بيقوي جهاز المناعة ضد الأمراض طيب ازاي تقدر تقدمه فيه طرق كتيرة أولا عن طريق الشرب للشرب ممكن تقدمه بطريقة والتانية والتالتة تمام تلات طرق شرب ممكن تجيب ربع معلقة صغيرة من الشيح في المشربية مرتين في الشهر حلو وممكن تضع معلقة كبيرة من الشيح في لتر من المياه لمدة 24 ساعة نقع يعني تنقعهم تمام وبعد كده نصف المحلول ونقدمه من سبع لعشر قطرات في المشربية المشربية مرة بالأسبوع من سبع لعشر قطرات في السقاية مرة في الأسبوع وبرضه ممكن تقدمه شرب في الطريقة التالتة دي نقوم بغالية معلقة صغيرة من الشيح في نصف لتر مياه لمدة خمس دقايق وبعد كده نصف المحلول ونملى نصف السقاية بمية الشيح والنصف الآخر مرة مية عادية ركز في المقادير عشان تاخد الفايدة كاملة نصف السقاية مية الشيح المغلي ونصف السقاية التانية مية عادية لكن بعض الناس بتستخدموا بعيدا عن الشور بتستخدموا في الاستحمام بيخلوا الطيور تستحمى بيه بنضع معلقة كبيرة من الشيح في لتر من المية وبنسيبها 24 ساعة وبعد كده نصف المحلول ونرش بيه الطيور والأقفاص تمام؟ يعني ده مهم جدا تخلي بالك بنرش بيه الطيور والأقفاص عشان نطهر المكان بشكل كبير لكن فيه ملحظة مهمة جدا بنيجي نستعمل الشيح للعلاج ماينفعش تتعدى مدة علاج ثلاث تيام مع تكرار العملية بعد كده كل اسبوعين مثلا لكن مش وراء بعض اخرك ثلاث تيام وراء بعض وبعد كده تكررها كل اسبوعين تمام؟ وماينفعش تقدم الشيح في مراحل التزاوج ويه بشكل عام لما يكونوا يعني ايه لسه في بداية مراحل التزاوج تمام؟ ده كان الفيديو لا تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة واتفع على زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والباول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته